برحب بحضراتكم من جديد وزي ما شفنا في الفاصل انه مصر دايما بتسعى لتحقيق الامن الغذائي لكل المواطنين وبنشوف جهود كبيرة جدا للدولة انها تخفف العبقة على المواطنين وفي ظل الازمة الاقتصادية اللي العالم كله بيمر بيها عشان كده اشار تقارير صادرة عن الاتحاد العام للغرف التجارية الى تغيرات جوهرية في اسعار السلع بعد تحريك سعر الصرف واكد المهندس ماتة بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية ان الاسواق شهدت بالفعل تراجعا لأسعار عدد من السلع الاساسية خلال الايام القليلة المواضية عشان نعرف تفاصيل اكتر معانا على الهاتف المهندس ماتة بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية صباح الخير يا بشمهندس صباح الخير على عددك وعلى سيدة المشاهدين صباح الخير يعني في البداية عايزة أسأل حضرتك عن أهم السلع اللي تم رصدها أو رصد نسب اللي خفاض فيها طبعا يعني زي ما تكلمنا قبل كده وأكثر من صهر مبتعية من أول رمضان كنا قلنا أن اتجاه دولة مجلس الوزرق حوي الخطوات الهمة من الرئاسة بتهم الأفعار وبالأخص السلع الستراتيجية وغيما هم كانوا مؤحبين لقيمة الأطعار وملف الأطعار على طورة الستقيميات احنا حسيننا دلوقتي وحسيننا كمان أنا بقول له حضرتك من الأسبوع الجاي إن شاء الله كمان هيبقى فيها تنزلات أفتر في المنتجات الوزائية أبرز المنتجات اللي فيها خصومات مرفوضة العيش العيش عسل الأمح نزل من 28-28-18 والعيش سلع أساسية جدا ده أبرز المنتجات اللي عليها ظهور مرموز في الأسواق بخاص بأفعار ده بخلاف الزيت اللي نزل حوالي عاصر 11 سنية ده بخلاف الألبان الجبن أنا عندي قايمة كبيرة أو دي كده بتتطلع في الصفة دورية أو أسبوعية من الأسواق بتيجي على اتحادها بعضها للإعداد برضا في حاجة عرضيها عشان بيقول حاجة فيها كم الأسعار اللي يمواطن لما يلاقي الأسعار أغلى من كده من الأسواق ومن برنامج حضراتكم أنا بحب يعني أوجي السكر لوزارة التوين والمراقبة شديدة جدا 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 على الأسواق وزي ما قال لدولة فنية الموزراء أن التجار اللي هتبتنع عن البيع أو تخزن البضايا وتقفل عليها عشان تتفيد بفرق أفعار الأغلى بيع تفقاش الحاكم بالحاجة طب بشماندس يعني يمكن الحقيقة الدولة زي ما بتقوم بمجهود كبير جدا في عملية ضبط الأسعار كمان بتقوم بمجهود كبير جدا في عملية الرقابة ومتابعة الأسعار ودي عملية أهمة جدا وصعبة جدا بالنسبة للدولة لأن حجم المواطنين في مصر كبير جدا فممكن حضرتك تكلمنا أكتر عن الحملات المكثفة لمتابعة ورقابة انخفض الأسعار في الفترة الأخيرة أنظر صباح الفل صباح الفل أو زي ما أنت بتقول أن الرقابة الأصال حقيقة الحاجة الرقابة لو ما كانش فيه رقابة فيه في الأزمات وفيه يعني في الوقت الشديد القاسي اللي احنا فيه اللي زي ما هيقول لكم بداية البنامج أن العالم كله فيه تضخم وأنا بكرمك وأنا في أوروبا دلوقتي فأنت مش متخيل الأسعار برنا في أوروبا عمال ذات إحنا لو قررنا الأسعار دي مقررنا بأسعار مصر بالذات بعد من ذو الأسعار ما أنا أقول له حريقة لحاجة ما فيش أي حاجة في أوروبا بترخص لكن أنت عندك فبالك الدنيا في الخط دالي ليجي السببين ليجي للرقابة ويجي أن كان فيه سوء تسعير من بعض التجار والمصنعين في الأزمة لما كان فيه نقص دي في الأزمة لذالي إحنا لازم الحكومة تتبخل ولازم بأسر رقابة والرقابة دي أنا من وجهة نظر 50% على الحكومة و50% على المواطن المواطن لازم يبقى واعي والحكومة لازم تراكب وتبقى بياد بصارمة أن أي حد سواء تاجر أو مصنع وبيتلاعب بالقوط الغلابة وبيتلاعب بالأطار عشان يعمل مصارحة شخصية ده ما يبقاش عنده أي نعم الوطنية دي حاجة تاني حاجة توفير العملة من الحكومة بعد أزمة بعد صفقة رسل حكمة وأزمة الدولار وفيه بضايع كتيرة موجودة بالأسواق والقرار اللي تلعب من دكتور مصطفى المسجول اللي هو بيقول أن لو فيه بضايع في الجمرق متأخرة وما حاجة مش عايزة راح ياخدها حيتم من مصدرتها وإعدامها طب الحكومة أكتر من كانت يعمل إيه ده أنا متأكد منه وده أنا بحب برضو من برنامك أفضلاتكم أننا بشر بيت فدى للمستمعين مثل المستقديم أن من الأيام الجاية هيبقى فيه نزول برضو على المنفجات مش الأكل والشرب بقى هيبقى فيه برضو نزول في الأدوات الكهربائية في الأدوات المنزبية في الأدوات الصحية عشان خسر المعروض دلوقتي بقى كتير نظري أن التجار المصنعين بقى بتصنع لكن في الأول كان مثلا الطلبية اللي عايزنا وإستاذ أندرو عشر تدلاجات دلوقتي أندرو ينزل له خمسين تدلاجات فهو أندرو عايزه ليع ما فيه زال وما فيه زال للإستغلال كل واحد عايز يدور رأس ماله فبالتالي هيا من المنافسة فبالتالي هيصبط المستقديم لنزول أسعار ما بين عشرين لتراتين وخمسة وثلاثين سنين يعني يا باشموندس خليني أكد على كلام حضرتك أنه هيكون فيه خفات كبير أو بشكل ملحوظ فيه أسعار استلع الفترة اللي جاية تمام يا فاني وأنا بقول لي برضو استلع ومش يازم يبقى استلع استهلا كاستلع غزائية يبقى فيه استلع اللي احنا كنا كمستوردين منتجات تمت الصنع جوستيكي بنقول انت حطين الأولوية للأكل وشرب لا فاني بالوقت فيه اعتمالات بتتفتح للمستوردين اللي بيتموا منتجات تمت الصنع بكلها فبالتالي هينزل هيلاقي فيه هدوء في الأطعال هتنزلي حضرتك تشتري هتلاقي سعلا فيه هدوء لو فيه بعض التجار بيستخدموا التسعير بطريقة خطيئة أو بيكون فيه شوية عدم أمانة فيه تسعير السلعة هل ممكن ان احنا نتوجه للوزارة أو نوجه شكوى بصوا ايه حقيقة الحاجة انت في سوق كبير سوق كله عرض وطلق الحكومة ممكن تعرف تعمل كنترول على المنتجات الخزائية أو تعرف تعمل مرأبة جديدة على المنتجات الخزائية في سورة وزارة التموين لكن لو احنا اتكلمنا على سوق التلاجات سوق الكهرباء سوق التباكة سوق الجهبات المنتبية الملابس ده سوق حر سوق حر اللي حرقوا في أسعاره المنافسة ودلوقتي المنافسة كبيرة ليه عشان كله مخزمة مالك تاني المعروض بقى كثير بالتالي انا هاتي عليك أوبرترايس وانا عندي خمسمائة كارتونة غسالة عايزة بيحصل في الأول كان الموجود يتزمي عصر حتى بس عايزة عرض فيهم مكتبي فمخطي أوبرترايس عالي جدا وبعض مغاير في الأطعار وهنا بشماندس يجي كمان دور المواطن زي ما حضرتك ذكرت أنه المواطن حر وقدامه اختيارات كتير جدا يقدر أنه يقيم مين سعره عالي ومين سعره يقدر أنه يشتري منه تمام قولها حقيقة الحال المواطن بالوقتي بقى يشوف تحطة رخيصة فيني ويروح يشتري منها صحيح بقى عنده الفكر اللي هو ايه أنا أولى اي فرق لكن تماما كنا نقول لا احنا نخوش نجيب حالتنا بكلها مرة واحدة لا يا فندس بالوقت المواطن بقى واعي جدا وقال لك لأ ده أنا روح أجيب الزيت من حتة الفلانية واخلط روح أجيب الفراخ من حتة الفلانية وأنا راجع أجيب الخضار والفكر من حتة الفلانية أرخص أنا أولى بالفرق صح صحيح دي حاجة لغاية لما الدنيا تستطقر أكتر وأكتر نرجع ترجع للمهمة جالية تاني إن شاء الله يكون فيه استقرار يعني قريب لكل المواطنين وإحنا بنتام من المواطنين إن فعلا هيكون فيه انخفاض في أسعار استرعى الفترة اللي جاية المهندس متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية كنت معنا عبر الهاتف شكرا جزيلا لحضرتك اشتركوا في القناة